اختتم وفد مملكة البحرين مشاركته الفاعلة في أعمال الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية حيث تضمن المنتدى عددا من الاجتماعات والجنسات الحوارية التي تستهدف تبادل الخبرات وترسيخ وبناء الشراكات في كل المجالات هذا وبين وفد المملكة أمام مختلف الوفود المشاركة ما يشهده الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين من قفزات نوعية مما يجعل المملكة بيئة استثمارية مميزة في إطار حضورها الدولي الدائم في مختلف المحافل الإقليمية والدولية في شتى المجالات شاركت مملكة البحرين إلى جانب شقيقاتها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية حيث جمعت جلسة نقاشية تحت عنوان إعادة بناء الثقة وزراء ومسؤولين خليجيين معنيين بالشأن الاقتصادي والمالي وبمشاركة نخبة من القيادات العالمية وصناع القرار والمسؤولين بحثوا خلالها أبرز التحديات والمتغيرات العالمية كما استعرضوا الحلول والتطورات المتعلقة بمختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية هذه الجلسة بيّنت أن وطيرة النمو الاقتصادي في منطقة الخليج تسير في الاتجاه الصحيح للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو آفاق أكثر تطورا ونماء وبما ينعكس إيجابا لصالح خلق المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمحفزة لمختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية كما ناقشت الجلسة كذلك أهمية مواصلة المساعي الحثيثة لتنويع القاعدة الاقتصادية الخليجية وطرح المزيد من المبادرات والخطط الاستراتيجية الداعمة للقطاع الخاص وبيئة الأعمال بما يسهم في تحقيق الرؤى والتطلعات المنشودة خلال هذه الجلسة بيّن وفد مملكة البحرين مدى التقدم والتطور الكبير الذي شهده الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين خصوصاً فيتعلق بقدرة المملكة على استقطاب رؤوس الأموال والتشجيع على الاستثمار وفد مملكة البحرين المشارك في المنتدى بيّن كذلك الالتزام الجاد من قبل البحرين في تنفيذ أولوياتها التنموية الوطنية والتزاماتها المنبثقة من خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وحرصها على تسريع وطيرة التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف من خلال المشاركة الفاعلة بين الحكومة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص وصولاً إلى تحقيق المستقبل الزاهري والمستدام للجميع في مختلف المجالات التنموية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر